مساء الخير يسعد أوقاتكم إن شاء الله تكونوا تمام الفرق بين العطور الطبيعية والعطور الاصطناعية بالقرن التاسع عشر يعني قبل فترة منيحة بلشوا العطارين يستعملوا المواد الاصطناعية يلي نحن بنسميها حاليا الاروما كيميكل وكان السبب الرئيسي لاستعمال المواد الاصطناعية في صناعات العطور أو العطور الاصطناعية لتوفير بالمال أو أهمش الربح الأكبر وكذلك الاروما كيميكل يلي بكون إلى روح أكتر للسبات والديمومة أما المواد كعطور فالمواد الطبيعية يعني نحن بنعرف إنه بتيجي من النباتات من أزهار أو أوراق أو أخشاب من النباتات أو المكونات الحيوانية يلي بتيجي مثل مسك الغزال والحوت أو القندس أو ما شابه ذلك أو الزباد هلأ لحتى بس يعني نوضح نقطة صغيرة من الناس الكثير اللي بعتقدوا أن العطور الطبيعية هي أفضل بكثير صحيا أولا للاستعمال أكتر من العطور الاصطناعية العطور الاصطناعية إلى ثلاثة يعني أشكال بيجي من العطر الصناعي إما عن طريق المواد البتروكيموية يعني من مشتقات البترول وبيلعبوا بالمولوكول طبع أو جزائقات طبع التركيبات أو بيجي من سيمي سينتاتيك يعني فالعطور الاصطناعية تخلق من المواد البترولية أو من المواد السيمي صناعية أو السيمي سينتاتيك مثل ما بيسموها أو تصنع بيعني اللعب بالمولوكول الخاص بالمواد الطبيعية يعني من ورد أو عمبر أو ما شبه ذلك بلعبوا بالمولوكول الخاص ليأخذوا مننا العطور الصناعية ويشتقوا منها هيك فهمنا هلأ شو الفرق بين العطور الطبيعية والعطور الاصطناعية للناس اللي بتعتقد أنه هي بتتحسس من العطور الاصطناعية فمو كل كلام هذا صحيح لأنه العطور الاصطناعية صحيح في منا 26 مادة مقيدة مقيدة الإفرة والاتحاد الأوروبي وللأسف ما بعتقد يعني بأمريكا متبعين هذا النظام ولكن هول مواد ال 26 إلن نسبة معينة بينشغل فيها أكتر من هيك بصير فيه يعني المركب العطري معرض لأنه يكون الشخص معرض في الحساسية المركبات الاصطناعية يعني بدلا ما يكون عندي مثلا مركب واحد أو مولوكول واحد أو زرة أو جزيء واحد عم يسبب لي الحساسية بالمواد الطبيعية ممكن يكون مجموعة كبيرة من الجزيئات العطرية يلي بتشكل أو بتساوي حساسية أو تحسس بايك حالة بنطلع بنتيجة دايما أنه ما ضروري نحن نخاف من المواد الاصطناعية كأروما كيميكال لأنه هلأ تقريبا يعني من العطر يعني إذا بدي يكون البرفيومر عم يشتغل بتركيبة عطرية فتقريبا 80% من المركب العطري أو الفورمولا تبعه تحوي على الأروما كيميكال وال20% اللي هو الأسينشل أويل أو زيوت الوحدية لتعطيها روح للخلطة العطرية بهيك حالة كمان بنشوف أنه لو كان العطر كله أورجانيك هون اللي بتوقع عنا المشكلة هون لو كان العطر كله طبيعي رح يكون في عندي الكثير من المركبات هي اللي بتسبب حساسية أو بتسبب تهريش للصحة ومقارنة بالمواد الاصطناعية لحتى نطلع بنتيجة نهائية مو كل المواد الاصطناعية أو العطر الاصطناعي هو عطر ما أنه مليح بالعكس أنا بفضله على العطور الطبيعية بحالات كتيرة إذا بدنا نرجع للكلام اللي حكيناها هلأ كمان ما تنسوا أنه لو كان العطر طبيعي 100% فللديمومة والسبات يلي كلكم أنتو بتدوروا عليه العطور الاصطناعية اللي مكونة من الأروما كيميكال بنسبة لها تقل عن 80% هي العطور يلي إليها روح لتبقى ويكون أداءة ويكون البروجيكشن تبعها آلي لحتى تناسب الأزواق اللي هلأ السوق بيطلبها هيك كان الفيديو معنا لليوم حكينا فيه عن العطور أو الفرق بين العطور الطبيعية والعطور الاصطناعية باختصار إذا حبيتوا الفيديو بتمنى تشاركوه وإذا ما حبيتوه بتمنى أنه في المرات القادمة يعني أقدر أكون عند حسن زوءكن بحب تلقلكم كونوا بخير وبإمان الله